ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلة مع عثور رجال الإنقاذ على أربع جثث أخرى ووقع الانفجار للأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد تسعين كيلومترا شمالي العاصمة بوغوتا حيث أشارت السلطات لأنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم وكان الصليب الأحمر المحلي قد فد سابقا عن العثور على ثلاث جثث وفقدان أربعة عمالة قبل أن يتم تحديد مكان المفقودين لاحقا وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي عمودة من الدخان يتصاعد ليلا من حفرة وأشخاص باللباس المدني يحملون مشاعر ويقتربون منها